السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك فهذا الفيديو سنقوم بتصحيح السلسلة 8 رقم جوج الخاصة بدرس التفاعلات الكيميائية بداية الدرس سوف نترك لكم في أسفل الفيديو هو السلسلة رقم 1 و هذا السلسلة بصيغة PDF لنبدأ على بركاته الله السؤال يقول المعطاية الثماني عفوا نضيفه إلى حجم V تسوي 12 مليلي لتر من محلول كبريتات النحاس ثاني هذه الكبريتات النحاس ثاني في جوجة الأيونات في أيونات الكبريتات وأيونات النحاس ولكن اللي ستفعل هنا هم أيونات النحاس إذا تركيز هذا أيونات النحاس ثاني سيضع بلس تركيزهم كي سيصير بصيغة 10 مول على اللتر حجم V' تسوي 40 مليلي لتر إذا هذا محلول كبريتات النحاس ثاني سنزيد له واحد الحجم ذي ربعة مليلي لتر منحلوا هيدروكسيد سوديوم هيدروكسيد سوديوم أيضا في جوجة الآيونات فيها الإيونات الهيدروكسيد وشمأنه فيها وأيونات صوديوم ولكن اللي ستفعل هنا هو 2 ش samp فقط إذا دقيز هذا هو 2 ش�도 تتفعيل الأيونات السيدي olan عنده أيضاء الحجم السؤال الأول يقول اكتب معادلة التفاعل ووزينها لكي نكتب المعادلة نكتب المتفاعلات على اليسار ثم ساهم نوازج إذن هنا لدينا تتفاعل الأيونات السيد بل سمعة وش ناقص وبالتالي هما سنكتبه إذن سنكتبه Cu في 2 زائد زائد وش مو وش ناقص ماذا ينتج لنا عليه؟ ينتج عليه هيدروكسيد نحاس ثاني هيدروكسيد نحاس ثاني سيديه على الشكل الثالي ثاني سنكتبه للتحس O H 2 ثم سنكتب وزن هذه المعادلة لكي نوازجها سهلة ترى هنا العدد الشحان الموجة لدينا هنا لدينا جوز زائد وهنا لدينا ناقص إذن لن نضربه ونضربه في 2 ثم سنكتبه دائما على اليسار إذن إما سنكتبه للشحان أو سترى هنا O H كينات تحت منها 2 هنا لدينا غير O H إذن سنكتبه على اليسار سنكتب السؤال الثاني أحسب كميات المادة في الحالة البدئية لكل من الآيونات هنا بالنسبة لهذا التمرين في المسجد التركيز المولي مع هذه التفاعلات الكيميائية هذا هو الهدف منه إذن سنكتبه كمية المادة الآيونات ونقص سنرى المعطيات ما أعطونا؟ أعطونا التركيز ونحسب ن أعطونا التركيز والحجم ونحسب ن إذن ما هي العلاقة التي نعرفه؟ إذن نعلم أن سنعرف بأن تركيز كمية المادة على الحجم وهذا التركيز لا يوجد كمية المادة كمية المادة التي ترمزها بـ N إذن سنكتبه N نريد أن نقصه سنكتبه إذن نقصه إذن نقصه سنكتبه إذن ما سنقصه لنا؟ هنا في V قسمة سنقصه لترجع الدرب إذن سنقصه السف V ما هو التركيز سنكتبه 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 في V سنكتبه هذا التركيز لأن الأينا سنقصه بين معقفتين سنقصه ونقصه بالترجع الدرب السفل سنقصه إذن سنقصه ستجدها حتى الآن كمية المادة هي المول نضيف نفس الحاجة بالنسبة للOH نكتبه باختصار الOH ناقص تساوي الOH ناقص بين معقوفة في V تركيز الOH ناقص هو 0.4 الحجم هنا في V لأن الحجم محلو الهيدروكسيد السوديوم هو 4 ميلي لتر نضربه في 4 ميلي لتر ولكن ميلي لتر سنحوولها لتر 10-3 تطبيق عدد سنقوم بأن كمية المادة الOH ناقص تساوي تطبيق عدد سنقوم بأن تساوي 1.6 10 3 مول هذه هي كمية المادة الOH ناقص سؤال ثالث يقول أن الجدول الوصفية لتطور التفاعل إذن هذا السؤال دائما يتعطى يجب أن تتعرفوا وترسموا الجدول هنا في الخنلولة يوجد المعادلة كإشارة قطرة لا يتعطى الجدول المرسمة يعني يجب أن تتعرفوا على حساب بعض الحالات يتعطى ولكن يجب أن تتعرفوا الجدول لذلك لا يتعطى المعادلة بالنسبة للمعادلة سنكتب المعادلة متوازنة إذن Cu زائد OH OH ناقص النتيجة هو Cu بين OH 2 يعني يرسم هيدروكسيد ثم هنا المعادلة لذلك سنكتب الجدول سنعطى الجدول سنعطى التقدم التفاعل الحالة البدئية تقدم كيف يفعل السفر أثناء التفاعل X الحالة النهائية X ماكس دائما في التقدم ثم نعطى هنا Cu كمية المادة Cu في الحالة البدئية وهذه هي 1.9 10 3 1.9 10 ثم بالنسبة ل X كمية المادة X 1.6 1.6 1.6 3 ثم بالنسبة ل COH2 في الحالة البدئية ما كان لديه في الأول ما كان لديه إذن سنعطى صفر دائما في الحالة البدئية كمية المادة سنعطى صفر أثناء التفاعل لا تبقى 1.9 1.2 3 ما سنقص إذن سنكتب 1.9 10 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 6 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 ستبقى في حالها أثناء التفاعل نزيد غير ماكس إذن سنعود نكسب 1.9 في 10 أس ناقص ثلاثة ناقص إكس ماكس ثم 1.6 في 10 أس ناقص ثلاثة ناقص جوج إكس ماكس ثم هنا إكس ماكس إكس ماكس إذن هنا سنكسب هذه الجوجة بلون مغير لكي تبنينا من بعد إذن ناقص جوج إكس ماكس إذن هذا هو جذوى التقدم كما تلاحظون فهو بسيط جدا سأنتظر السؤال يقول عين تقدم الأقصى إكس ماكس للتفاعل والسنتيج المتفاعل المحدد إذن هذا السؤال دائما تعطينا مطلوب أن هنا نحدد إكس ماكس كيف نحن نحن نديره فرضيات سننفذ أن سنفذهل أن سنفذل المتفاعل المحدد سنفذل أن نوع شنقص هو متفاعل المحدد سنرى أن سنكسب إكس صغيرة هي ستكون إكس ماكس إذن هنا سنكسب إذا كان إذا كان إذا كان هو المتفاعل المحيد ما معنى ذلك هو المتفاعل المحيد يعني هو اللولاني غيسالي إذا كان هو اللولاني غيسالي ما يعني؟ بأن هذا الشيء الذي عندنا في الحالة النهائية يجب أن تكون تفعل صفر هذا هو المعنى ذلك إذا كان هو متفاعل المحيد إذا ما سنكتب 1.2 في 10 ناقص 3 ناقص X Max سوف نرمزها بـ 1 سوف نسميها 1 و الأخرى سوف نسميها جوج تساوي 0 أنا على منذ أن أقل بحسن X Max إذا X Max 1 X Max 1 تساوي كانت هنا ناقص إلى الديتاج جهة الصفر سأتولي زائد إذا ما سوف نساوي لنا 1.2 في 10 ناقص 3 ماذا؟ مول إذا هذا X Max 1 سنجد الفرد الثاني سنفرض بأن وش ناقص هو متفاعل المحيد إذا كان OH ناقص هو المتفاعل المحيد نفس الحاجة هو المتفاعل المحيد ما معنى هذه المتفاعل المحيد؟ يعني هو الأولى نغيسها لي إذا كان OH ناقص هو الأولى نغيسها لي ما يعني؟ يعني بأن هذا الشيء اللي لدينا نخص يكون كسر وصفر يعني نخصه ما يبقاش إذاً هي اللي سنكتب هنا سنكتب 1.6 إذاً ستكون لدينا 1.6 في 10 ناقص 3 ناقص جوج سنسميه X Max جوج لكي لا يتخلطوا لدينا إذاً ستكون كسر وصفر لماذا؟ لأنه هو المحيد ناقص جوج سنضع جوج سترجع زائد إذاً سأقول لدي 2 X Max 2 ستقوم لدينا 1.6 في 10 وصفر مالذي 3 مالذي 3 إذاً سنقلب على X Max جوج إذاً جوج هنا ضرب مني سنضع الطرف الأخر لكي سترجع قسمة وبالتالي سأقول لدي X Max 2 ستقوم لدينا 1.6 في 10 وصفر 3 قسمة 2 لذلك تطبيق عدد ستقوم بأنها تساوي 1.6 مقسم على جوج ستقوم بأنها 0.8 0.8 في 10 وصفر مالذي 3 مالذي 3 ما هو X Max X Max هو صغير X Max دائما يكون أصغر لكي نفعل المقارنة لاحظوا معنا X Max 1 1.3 X Max 0.100 10 2.3 إذن ما هو صغير X Max هو صغير وبالتالي هو هو التقدم الأقصى إذن نلاحظ أن X Max 2 X Max 2 أصغر من X Max 1 إذن متفاعل محد إذن المتفاعل المحد يعني اللغيسل اللولاني هو هذا الذي لديه X Max صغير هو X إذن متفاعل محد هو X إذن هذا متفاعل محد وبالتالي التقدم الأقصى وبالتالي التقدم الأقصى التقدم الأقصى هو التقدم الأقصى في هذه الحالة ما سيكون هو X Max ما سيقوم بإذن X Max X Max هو 0.8 10 0.3 مول إذن X Max هو دائما لديه أصغر قيمة وهذا الذي لديه أصغر قيمة هو متفاعل محد والولاني لغيسل إذن هذه هي الطريقة التي نفعله دائما أي 80 تعطى نتبعد للمراحل هذا ثم السؤال الخمسة يقول إعطي حصيلات المادة حصيلات المادة كما رأينا في الدرس هي كمية مادة كل نوع في الحالة النهائية يعني سنعود إلى الجدول والتقدم وسنحدد كمية المادة في الحالة النهائية الحالة النهائية لاحظوا معي هنا سنبدأ ب X Max حلق هنا 0.8 10-3 إذن سنقوم هنا سنكتبها إذن X Max هو 0.8 0.8 في 10 0.3 مول هذا هو X Max ثم سنقوم إلى CO2 أعطي CO2 سنرى الحالة النهائية ما الذي لديه هو عندي X Max إذن هو كمية المادة 0.8 في 10 0.3 مول هو لماذا؟ X Max ثم سنقوم إلى X نقص لاحظوا معي هنا كانت عندي 1.6 حتى نقص 3 نقص X Max ما الذي تفعله؟ 0.8 حتى نقص 3 إذا قامت 0.8 حتى نقص 1.7 حتى نقص إذن 1.7 حتى نقص 1.7 حتى نقص 0 وهي بينها سنقص 0 حتى هو المتفاعل المحد هو المولان الذي سيقص إذن سيكون صفر لا يبقى عندي كمية المادة ما سيبقى كم كلمة هو المتفاعل المحد كما سنكتب فيه صفر إذن سنقص كما سنقص كما سنقص الدبق من الحالة النهائية جديد 1.9 نقص 3 نقص 0.8 0.8 نقص 3 إذا قامت 2 على 4 0.8 سوف تلقوها بأنها تساوي 0.4 0.4 في عشرة في عشرة أس ناقص ثلاثة مول لذلك هي بين عندنا هنا 1.2 نقص منها 0.8 هي 0.4 لأن الأس عندهم فحال فحال إذن هي 0.4 فعشة أس ناقص ثلاثة مول إذن هذه هي حصيلات المادة فيما يقول لك حصيلات المادة في الحالة النهائية ثم سأذهب إلى الآخر سؤال أحصب تركيز الأيونات لعند نهاية التفاعل نحسب تركيز الأيونات لعند نهاية التفاعل ما الذي نعرفه هنا؟ نعلم أن نعلم أن نعلم أن C تساوي N على V هذه هي التركيز ولكن بما أننا نضع الأيونات إذن لا نكسبه C سنكسبه C على هذا الشكل نكسبها بيننا مع قرفتين سنقوم بمجموعة سنقوم بمجموعة سنقوم بمجموعة يجب عليها هيدروكسيد السوديوم 4 مليلي لتر إذاً الحجم النهائي سيكون سيكون 12 زائد 4 12 زائد 4 هي 16 ملي لتر إذا دائما تريد أن تحسب التركيز في النهائية للتفاعل سيكون تأخذ الحجم الكلي لا تأخذ الحجم للك العنصر لا يكون كبيرة إذا هي 12 زائد 4 إذا 12 زائد 4 إذا في تتوطال تساوي إذا هنا قلنا V بالنسبة لV هي 12 زائد V بخيم هي 4 إذا هي 16 ملي لتر 16 ملي لتر ثم بالنسبة لن ون الكمية المادة لالسيئ دو بليس في الحالة النهائية رأيها لحسبنا هيا هي اللي لديها في الحالة النهائية هي شحلة هي صرف فصيلة 4 فعشرة أس ناقص ثلاثة هي هذه إذا هي صرف فصيلة 4 فعشرة أس ناقص ثلاثة مول لأن هذا الشيء الذي تكتف في الجدوى بالمول فعشرة أس ناقص ثلاثة ورجع الجدوى شاهدوا هنا سي دو بلس سي دو بلس سي دو بلس سي دو بلس إذا كانت المعادلة تفاعل نسيت مكتب تشيركم هنا ولكن داعي منها سي دو بلس زائد جوج أو أش ناقص كتنتج لنا سي او أش إثنان إذا هذه صرف فصيلة بعض عشرة أس ناقص ثلاثة مول هي دو بلس عموما هو من كي يقول لك الحصيلة النهائية تكسب غير كيمية المادة ما تتعود لجدوى المجد إذا ما سننضر تطبيق عددي سنلقى بأن Cu2 تساوي سنعرض كل حاجة بالقيمة لها N هي 0.4 أس ناقص ثلاثة سنقسمها على 16 ولكن سنحول اللتر ونضربه في 10 أس ناقص ثلاثة إذا تطبيق عددي ستلقى بأن تساوي 0.025 مول على اللتر التركيز الوحدة هي مول على اللتر 0.025 مول على اللتر إذا كانت هذه النهاية لها السلسلة الثانية قدرت فيها تمرين واحد لكي لا بدأ نطوله كثير كنت من أن السلسلة التي قدرت هنا في القناة سترى نفس تمرين لكي تعود لكي يبدو غير المتفاعلات النواتيج ولكن المراحل ستبقى نفسها إذن إذا لديكم أي سؤال وليس لا تستطيع اشترك لي في تعليق الفيديو هذا كانت من التوفيق و أمان الله و حفظ اشترك اشترك اشترك